في إطار مكافحة الجرمة المنظمة تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران بحر الأسبوع الماضي من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و40 سنة ينشطون في تهريب المخدرات من المغرب العملية مكنت من حجز 17735 قرص مهلوسا من نوع إكستازي ونحو 54 كيلوغرام من الكيف المعالج كما مكنت العملية من حجز مبلغ مالي قدره 97 مليون سنتيم وستة هواتف نقالة ومركبتين وأسلحة بيضاء